خراية التنبؤ بتقول إن يوم 24 و 25 هيبقى فيه نقول 24 و 25 يعني الاربع والخميس وبكرة صامها وكده على الصراحة للشمالية هو كله دايب على الصراحة للخراية حضرتك يعني دي شايف حضرتك الجزء اللي هو يعتبر في شمال نقول شبك زيرة سينة جزء الملون دوت حضرتك فان فيه جزء داخل كده على الجزء الشمالي ده في يوم أعتقد ده كان يوم 22 يعني ده النهاردة لو قلبنا تاني في يوم تاني هتجد إن الألوان بتبتدي تزيد شوية فاحنا عارفين إن يوم 24 و 25 فيه أمطار أو سيول يعني هو حضرتك هنا أيوة يعني شوف حضرتك كده فان دم بقى كده 24 و 25 احنا بتجدنا ندخل في يوم 24 هنا لو بصينا عليها حضرتك هنا هتجد إن شبه جزيرة سينة أهي ومنطقة شمال الدلتا منطقة الدلتا وشمال الدلتا والجزء الساحل الشمالي الغربي فيه عليه الخرايط الكنتورية دي اللي بتمثل سيكنس بالملي متر من المية ده اللي حسابته نمازج الرياضية بقى يعني الأرصاد الجوية بتقول إنه جاي لكتلة هواية من هنا ومن هنا اللازرق ده على حاجة آه الأزرق نقدر نقول حضرتك لازرق الغامي 40 الغامي قوي هو أنت تلاحظ كله بنتكلم في حوالي 15-20 ملي أنا آسف سبعة من سبعة لعشرة ملي يعني أكتر حاجة سبعة عشرة ملي وهيبقى فيه حاجات ضعيفة جدا مش كتير قوي يعني يوم 24 و25 هيحصل إيه يعني ده كده حكي يوم 25 هوا هيحصل إيه هينزل أمطار غزيرة وقد تصل لحد السيول اللي احنا عارفنا في الدلتا وسينة سينة والدلتا وممكن يحصل سيول في اليوم ده بالظلط فأنتوا دلوقتي عارفين إنه نبقى جاهزين 24 و25 إنه ممكن البلد يفيها سيول يبقى فيه سيول في هذه المناطق يعني إنت لو تلاحظ حاجة شايف نهر النيل في المناطق اللي فيها المخراط اللي احنا بنقول تحت يعني كده الصعيد وانت نازل من بعد القاهرة وانت ناوي الجيزة يبقى حاجة معلش أنا أياسف حرجع تاني نقول عشان للناس تبقى عارفة اللي تفرجوا علينا أنت متوقع في الصعيد؟ لا الصعيد قال ليه أولاي الجد طب كويس حظوهم حد هو في شبه جزيرة سينة في جنوب سينة شبه جزيرة سينة لو قريب من بحرم توسط كله بقى بتتكلم سبعة ميلي على المتر مربع يعني برضو دي تعتبر مش عالي أو مقارنة بالبر اللي موجود هتجد برضو لو دخلت على الدلتا بقى يعني الدلتا دي في شمال الدلتا والسحراء الغربية والسحراء الغربية أنا هتمرسى مطروح هتمطر كتير بقى هتلاقي من سبعة لعشرة ميلي يعني هتجد هذا الكلام دوت